اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على حرص مملكة البحرين الدائم على الدفع بالشراكة الاستراتيجية التي تربطها مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة إلى مستوية أكثر تقدما في شتى المجالات لسيما العسكرية والدفاعية والعمل على تنمية التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الكضيبية اليوم بحضور الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية ومع الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الفريق بحريد شارلز برادفورد كوبر قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس حيث نوه سموه بما تشهده أوجه التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من تنامي مستمر مشيرا سموه إلى جهود الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز أمن واستقرار المنطقة وتم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية